ماتش النهاردة طبعا ماتش كمباريات الاهلي كلها سواء رسمية او ودية ماتش مهم جدا امام فريق جدير فعلا بالاحتراق يقدم كورة كويسة يمكن من بداية الموسم يمكن السنة اللي فاتت برضو يمكن بدأ يعني ماتشين تلاتة بداية مش كويسة وبعدين مسك نفسه ويمكن جمع في الدور الاوليني 24 نقطة خلته الدور التاني يعني نتائج يعني قلت شوية او العروض قلت شوية وبالتالي النتائج قلت فالنتائج اللي عملها الدور الاوليني هي اللي اعادته تقريبا مجموعة النقاط الجماحهم الدور الاوليني اعادته في الدوري الدور التاني هو بيبدأ دايما بداية كويسة وبدأ فعلا السنة دي برغم اختلاف الجهاز الفني او تغيير الجهاز الفني الا انه بادئ بداية جيدة جدا 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 لعب اربع مباريات عنده 8 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب فريق المحلة فريق بيلعب كرة حلوة طول عمره بيلعب كرة حلوة طول عمره بتربطه علاقة جيدة جدا جدا بينه وبالنادي الاهلي اللي دايما ما بتكون علاقته جيدة باندية الدوري جميعا رغم محاولات البعض تعكير صفو هذه العلاقة طبعا لا اهداف شخصية زي ما احنا عارفينه ولكن الحقيقة والواقع بيقوله ان الاهلي علاقته طيبة بجميع الاندية الاهلي والمحلة بدأوا المواجهة في الدوري يمكن من زمان جدا من ايام ملاعب المحلة يمكن في الخمسينيات المباريات بتاعتهم بتشهد ندية اصارة متعة وفي نفس الوقت حالة حب بين الفرقتين وبين الاهجزة الفنية وبين الادارات المختلفة بينهم وبين بعض خاصة في المباريات اللي بتقام فيه ملعب غز المحل ملعب طبعا كلنا عارفينه انا كان ليه اشترف ان انا لعبت عليه فترة كبيرة جدا وانا ليه اشترف ان انا من مواليد المحلة والدي رحمة الله عليه وخالي كانوا بيلعبوا في المحلة والدي كابتن شاويقونسوة وخالي كابتن عادل احمد كانوا بيلعبوا في نادي غز المحلة وليه حالة عشق مع غزل المحلة من زمال الملعب ده بتعشقه جماهير غزل المحلة كلها ودايماً كانت بتحب تشوف فرقتها مع كبار الأندية زي الأهل الزمالك الاتحاد الأولمبي الأندية دي كانت أندية عريقة وكانت أندية كبيرة جداً 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 في مصر الاتحاد والأولمبي احنا عارفين الأولمبي الترسانة الأندية اللي احنا نتمنى أنها ترجع تاني وتنور الدولي العام لأنه هو ده مكانها الطبيعي نادي المحلة أنشئ سنة ستة وتلاتين بالضبط بعد إنشاء شركة مصر الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية ثم كان إنشاء استاد الغزل سنة سبعة واربعين وأول مشاركة للفريق الخاص بشركة غزل المحلة كان في دوري الشركات في ذلك الوقت وبعدين ابتدت مشاركاته في الدوري الممتاز نادي غزل المحلة يشهد له بالعديد من الإنجازات فسبب طولة الدوري سنة اتنين وسبعين تلاتة وسبعين كان فيه جيل ذهبي ممكن أكلمكم عليه من هنا لبكرة كان فؤاد بخيطه محسن النحريري وإبراهيم حسين وعبد الرحيم خليل والسياجي والسعيد عبد الجواد يعني وعمشا وعبد الدايم ومحرز وطرق السياجي وعبد السطر فرقة كلها كانت في المنتخب السعيد عبد الجواد كانت فرقة تقريبا كلها في المنتخب وكمان وصل فرقة المحلة لنهائي البطولة الأفريقية للأندي عبطال الدولي سنة اتنين وسبعين وأنا فاكر الماتش ده متذكره كويس جدا لأني كنت مرتبط جدا بالنادي المحلة وللأسف الفريق نادي المحلة كان خسر مبارات الزهب أمام كارا الكونغولي برا وكان يكفيه أنه يكسب في أرضه اتنين ولكن خسر أمام كارا الكونغولي اتنين واحد وخسر المبارات النهائية على أرضه أو مبارات العودة على أرضه ولم يتمكن من الفوز بالبطولة